بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ابن خلدون يقرأها عليكم مصطفى ابن حسن ابن قناو الاثري قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم شايخنا في الدارين امين ومثل هذا وابعد منه كثيرا ما يتناجى به الطاعنون في نسب ادريس ابن ادريس ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضوان الله عليهم الامام بعد ابيه بالمقرب الاقصى ويعرضون تعريض الحد بالتظنون في الحمل المخلف عن ادريس الاكبر انه لراشد مولاهم قبحهم الله وابعدهم ما اجهلهم اما يعلمون ان ادريس الاكبر كان اصهاره في البربر وانه منذ دخل المغرب الى ان توفاه الله عز وجل عريق في البدو وان حال البادية في مثل ذلك غير خافية اذ لا مكامنا لهم يتأتى فيها الريب واحوال حرمهم اجمعين بمرأة من جاراتهم ومثمع من جيرانهم لتلاسق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن وقد كان راشد يتولى خدمة الحرم اجمع من بعد مولاه بمشهد من اوليائهم وشيعتهم ومراقبة من كافتهم وقد اتفق برابرة المغرب الاقصى عامة على بيعات ادريس الاصغر من بعد ابيه واتوه طاعتهم عن رضا واصفاق وبايعوه على الموت الاحمر وخاضوا دونه بحار المنايا في حروبه وغذواته ولو حدثوا انفسهم بمثل هذه الريبة او قرعت اسماعهم ولو من عدو كاشح او منافق مرتاب لتخلف عن ذلك ولو بعضهم كلا والله انما صدرت هذه الكلمات من بني العباس اقتالهم ومن بني الاغلب عمالهم كانوا بافريقية وولاتهم وذلك انه لما فر ادريس الاكبر الى المغرب من واقعة بلخ اوعظ الهادي الى الاغالبة ان يقعد له بالمراصد ويذكو عليه العيون فلم يظفروا به وخلص الى المغرب فتم امره وظهر الدعوته وظهر الرشيد من بعد ذلك على ما كان من واضح مولاهم وعاملهم على الاسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية والدهانه في نجاة ادريس الى المغرب فقتله ودس الشماخ من موال المهدي ابيه للتحيول على قتل ادريس فاظهر اللحاق به والبراءة من بني العباس موليه فاجتمل عليه ادريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته ثم استهلكه به ووقع خبر مهلكه من بني العباس احسن المواقع لما رجوه من قطع اسباب الدعوات العلويات بالمغرب واقتلاع جرثومتها ولما تأدى اليهم خبر الحمل المخلف لادريس فلم يكن لهم الا كلا ولا واذا بالدعوات قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت ودولتهم بادريس ابن ادريس قد تجددت فكان ذلك عليهم انكى من وقع السهام وكان الفشل والهرم قد نزل بدولة العرب عن ان يسمو الى القاصية فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على ادريس الاكبر بمكانه من قاصية المغرب واجتمال البربر عليه الا التحيول في اهلاكه بالثموم فعند ذلك فاذعوا الى اوليائهم من الاغالبة بافريقية في سد تلك الفرجات من ناحيتهم وحسم الداء المتوقع بالدولات من قبلهم واقتلاع تلك العروق قبل ان تشج منهم يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعدهم من خلفائهم فكان الاغالبة عن برابرة المغرب الاقصى اعجز والمثلها عن الزبون على ملوكهم احوج لما طرق الخلافة من انتزاء ممالك العجم على سدتها وامتطائهم صهوة التغلب عليها وتصريفهم احكامها طوع اغراضهم في رجالها وجبايتها واهل خططها وثائر نقضها وابرامها كما قال شاعرهم خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغى فخشي هؤلاء الامراء الاغالبة ببوادر السعايات وتلوا بالمعاذير فطورا باحتقار المغرب واهله وطورا بالارهاب بشأن ادريث الخارج به ومن قام مقامه من اعقابه يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله وينفذون سكته في تحفهم وهداياهم ومرتفع جباياتهم تعريضا باستفحاله وتهويلا باشتدال شوكته وتعظيما لما دفعوا اليه من مطالبته ومراسه وتهديدا بقلب الدعوات ان الجئوا اليه وطورا يطعنون في ناس بادريث بمثل ذلك الطعن الكاذب تخفيضا لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه لبعد المسافة وافني عقول من خلف من صبيات بني العباس وممالكهم العجم في القابول من كل قائل والسمع لكل ناعق ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى امر الاغالبة فقرعت هذه الكلمة الشنعاء اسماع الغوغاء وصر عليها بعض الطاعنين اذنه واعتدها ذريعة الى النيل من خلافهم عند المنافسة وما لها قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريعة فلا تعارض فيها بين المقطوع والمضمون واجريس ولد على فراش ابيه والولد للفراش على ان تنذيه اهل البيت عن مثل هذا من عقائد اهل الايمان فالله سبحانه قد اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ففراش ادريس طاهر من الدنس ومنذه عن الرجس بحكم القرآن ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء باثمه وولج الكفر من بابه وانما اطنبت في هذا الرد سدا لابواب الريب ودفعا في صدر الحاسد لما سمعته اذناي من قائله المعتدي عليهم القادح في نسبهم بفريته وينقله بذعمه عن بعض مؤرخ المغرب ممن انحرف عن اهل البيت وارتاب في الايمان بثلفهم وانا فالمحل منزه عن ذلك معصوم منه ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا وارجو ان يجادلوا عني يوم القيامة ولتعلم ان اكثر الطاعنين في نسبهم انما هم الحسادات لاعقاب ادريس هذا من منتمن الى اهل البيت او دخيل فيهم فان الدعاء هذا النسب الكريم دعوى شرف عريضة على الامم والاجيال من اهل الافاق فتعرض التهمة فيه ولما كان نسب بني ادريس هؤلاء بمواطنهم من فارس وسائل ديار المغرب قد بلغ من الشهرات والوضوح مبلغا لا يكاد يلحق ولا يطمع احد في دركه اذ هو نقل الامات والجيل من الخلف عن الامات والجيل من السلف وبيت جدهم ادريس مختط فارس ومؤسسها من بيوتهم ومسجده لصق محلتهم ودروبهم وسيفه منتضا برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم وغير ذلك من اثاره التي تجاوزت اخبارها حدود التواتر مرات وكادت تلحق بالعيان فاذا نظر غيرهم من اهل هذا الناسب الى ما اتاهم الله من امثالها وما عضض شرفهم النبوي من جلال الملك الذي كان رسالة فيهم بالمغرب واستيقن انه بمعزل عن ذلك وانه لا يبلغ مد احدهم ولا نصفة وان غاية امر منتمين الى البيت الكريم ممن لم يحصل له امثال هذه الشواهد ان يسلم لهم حالهم لان الناس مصدقون في انسابهم وبون ما بين العلم والظن واليقين والتسليم فاذا علم بذلك من نفسه غص بريقه وود كثير منهم لو يردونهم عن شرفهم ذلك سوقة ووضعاء حسدا من عند انفسهم فيرجعون الى العناد وارتكاب اللجاج والبهت بمثل هذا الطعن الفائل والقول المكذوب تعللا بالمساواة في الظنة والمشابهة في تطرق الاحتمال وهيهات لهم ذلك فليس في المغرب فيما نعلمه من اهل هذا البيت الكريم من يبلغه في صراحة نسبه ووضوحه مبلغ اعقاب ادريس هذا من اهل الحسن وكبراءهم لهذا العهد بن عمران بفاس من ولد يحيا الحوطي بن محمد بن يحيا العوام ابن القاسم ابن ادريس ابن ادريس وهم نقاباء اهل البيت هناك والساكنون ببيت جدهم ادريس ولهم السيادات على اهل المغرب كافة حسب ما نذكرهم عند ذكر الادارسة ان شاء الله تعالى